يا صباح الفل وصباح السعادة وصباح الحاجات الحلوة كلها على اغلى واجمل متابعين عندي في القناة الفيديو بتاعي النهاردة ومهم جدا عن الحمام البلدي وعن تربيت الحمام البلدي وكمان ايه الخلطة المناسبة اللي هتناسب كل انواع الحمام وكمان تناسب كل الزغالين اللي عندك وتخليك تجيب اكبر اكبر اوزان واعلى اوزان من الزغالين طبعا الخلطة بتاعتي هتكون سهلة وبسيطة جدا عبارة عن عيش متشوش او عيش دقاء كده انا شويت العيش دولي عيش ناشف ودقيته وكمان معايا كيلو من غلة القيضة احنا عندينا بنقول عليها غلة القيضة طبعا انتوا زي ما تسموها تسموها بس هي بلدنا اسميها غلة قيضة وكمان معايا كيلو كمان من الجمح الجمح بتاع الدقيب بتاعنا ديت يا جماعي حلو جدا جدا للحمام بالزاب وكمان بعد ما حطيت العيش والغلة وغلة الجمح كمان احط معانا ايه تحديق الحمام اللي انت حبساه ومخليهوش يطلع شروة التحديق دي دي حاجة كده بجيبها من عند الدكتور البطري بتبقى فيها صدف وفيها جير وفيها طوب وفيها كل حاجة يحتاجي جسم الحمام بالزاب بالزاب الحمام اللي احنا حبسينه طبعا انا بحط كده حبة على الخلطة لما بكون عاملة خلطة للأكل بتاعهم او كلفة ليهم فبحب كده ان انا احط بصراحة شوية من التحديق دي لان الحمام بتاعي زي ما انتوا عارفين محبوس انا مش بطلعه ولا بخليه طير اما الحمام اللي بيطير وصاحبه بيسيبه انه هو بيطير من بيت لمكان لمكان فطبعا هو بيجيب التحديق بتاعه لوحده وبينجي الرملة والصدف والطوبة او اي نوع من انواع التحديق هو بنجيه وبياكله فبالشكل ده اننا عملنا خلطة سهلة جدا معاك يا ستر كل شوية علف بياط حطيهم عندك زغليل حط شوية علف تسمين بالشكل ده تبقى خلطة كاملة متكاملة شوية دشيشة شوية تقول ما تشوش بس المتوفر عندي دولة انا عملت بهم الخلطة النهاردة تعالوا بقى نحط لقدامكم الحمام نحطوله الخلطة اللي احنا عملناها وهل نشوف الحمام بتاعنا هل بيكلها ولا ما بيكلهاش او في قبلية عليها ولا لا طبعا الكمية اللي انت هتحطيه حسب عدد الحمام اللي عندك وانت عارفة كمية الحمام بتاعك بيأكل كدير اهم حاجة لما تحطي اكل للحمام لو حطينا الوجبة بتاعت الصبح يبقى نحط كمية قليلة على اساس ان هم ما يأكلوها وما يخلوش فيها حاجة لغاية الضهر وكمان الوجبة بتاعت المغرب نحطي برضو كمية قليلة على اساس يأكلوها وخلاص على كدير تعالي اواريكي الانتاج اللي عندي طبعا اموا فيله مع وداكم انه هي لما بتصور عندي الحمام باوريكي ايه اللي مطلع عندي وايه اللي بايض عندي طبعا عندي جز غليل لسه فاجس وكمان عندي جز الزغليل الحلو دي بقولك هنا الفرج بين الحمامية الرومي بيبقى ما فيها الشعر خالص هي وصغيرة والحمام الزاج اللي بيبقى فيه الريش بسيط بالشكل دي الاخت اللي كتبتلي وتقول لي اموا فيله وعمليننا فيديو عن الحمام البلدي انا هوريكي الفرج بين الحمام البلدي والحمام الرومي دي الوقت دي حمامة رومي كبيرة طبعا زي ما انتوا شايفين الحجم بتاعها تباين عليها ان هي حمامة رومي اصلا هي كانت تحتيها ثلاث بيضات بصراحة تحتيها مات الزغلول وببقى الزغلولين انتوا شايفينهم دولي زي ما انتوا شايفين هي بتضرف في ومش راضية تخليه ان انا حطي ايدي اصلا وعندي الحمام الحلوى دي بيضة بالتينهم جربوا يفقسوا وعندي برضو الحمام الجميلة دي برضو بيضة بالتين انا هوريكي كل الانتاج اللي عندي دليل ان الخلطات والوصفات اللي انا بعملها لكم جايبة نتيجة فعالة جدا مع الحمام بتاعي ان شاء الله كده اصدغلي الحلوى دي لما تكبر كده بوريكي ان الاهالي بتاعتهم وامهاتهم مأكلاهم ومزغطان زغطة حلوة فبالشكل دي هتاخذ انتاج حمام حلوي جدا طبعا العيش يا جماعة في نسبة خميري وفي نسبة ملح فبتتخلي الزغليل تكبر بسرعة معاك طبعا وعندي دي بايدة والتانية بايدة ودي دي بايدة هيبر دكتري وعندي الجوز الحلوى ده نطلع جوز الزغليل اهو تحته بصراحة انا تلاقيت جوزين زغليل من نسبة الحر اللي كانوا مع دين الايام اللي فاتت فايت لقيت زغليل ميتة عندي يطلع جوزين وكمان عندي الحمام الجميلة في الصفيحة دي برضو بايدة الحمام دي زاجل البوز بتاعها كبير وبقها كبير فهي زاجل طبعا الحمام البلدي ادي هون عنديش غيره جوز واحد ادي الزغليل بتاحته بوريكي الاحجام بتاعتها حيث تحسين ان هي ضعيفة ادي ده الجوز ده البس اللي هو امه وابوه بلدي اما باقي الحمام اللي عندي حمام زاجل وكمان حمام رومي فبالشكل ده انا لقيت الحمام نوعية حلوة جدا انا غسلت الحلة بتاعتهم وعبتها لهم مي طبعا بالشكل ده هم ما يشربوا وبعد ما بيشرب بيستحموا في المي زي ما احنا عارفين الحمام بيحب يستحمي شتة اوصية بيحب يستحمي فطبعا انا حطيت له الحلة الكبيرة شرب منها وبعد ما يأكل هيشرب وبعد كده هيبتد ان هم يستحموا في الحلة اللي انتوا شايفينها دي لازم تكون مية نظيفة قدامهم انا بغير المية قدامهم مرة الصبح ومرة مع العصر طبعا بالشكل دي بنتفادى اي فيروسات او اي مكروبات في المي وكمان حابة ان انا اجاوبة على سؤال والسؤال ده استقلت كتير وتكتب لي في الكومنتات اخت كده كتبت لي بتقول لي امه فيله انت ليه كل الحمام بتاعك وحط فيه شرايط في جناحه طب ليه ربط الجناح بتاعه بشريط يا ست الكل دي علامة انا بعلم كل جواز مع بعضه يعني كل جواز مجوز مع بعضه بعلمه بنفس لون الشريط يعني لو دكروا انتاي بعلمهم بلون احمر دكروا انتايا تانيين بحط لهم كده الوان تاني فبالشكل دي باعرف كل جواز مجوز مع بعضه والحمام اللي بيش مجوز عندي طبعا بالشكل دي انا هعرفه وهجيب له نتيات او لو كان نتيات هجيب لهم ذكورة فبالشكل ده بعرف اللي مجوز مين مجوزش طيب وفي طريقة تاني انا ورتها لكم وعملت الفيديو عليه ازاي نعلم الحمام بتاعنا من بعضه عشان نعرف اللي مجوز مع بعضه واللي مجوزش طيب احنا عملنا الفيديو ونزلته لكم ووريتكم بالجلبة الانبوبة اللي هي الوام باخد كل جلبتي اللون بعضيهم وبحطهم في جواز مجوز مع بعضه يعني باخد لون احمر بحطه كده مع ذكر وانتاي باخد لون اخضر بحطه مع ذكر وانتاي فكل الجلبة الانبيب الالوان دي متوفرة كتير فبالشكل دي انا هعرف الحمام من بعضه ده السؤال اللي انا سألته كتير ليه ومفيله انت ربط جناح الحمام في دراعه او في جناحه طيب والحاجة التانية التحديق انا زي ما قلت لكم ان انتو الحمام المحبوسي ست الكل لازم تحطي قدامه تحديق لو انت بش متوفر عندك التحديق الجاهز اللي انا جايبادي يبقى تجيبي الطوبة الاحمر بتاع البناية بتاعني تجيبي طوبة من الاحمر تجيبي طوبة من الاخضر تجيبي قطعة فحم على شوية رمل على شوية جير مطفي او جير بضرب بلاء وتروح كله ده دقا مع بعضه وتخلطيه وتعمل خلطة وتروح يكباق الدم الحمام بتاعك طبعا الحمام هيروح وياخد الحاجة اللي محتاجها جسمه وهينجل حاجة البروتينات اللي هو محتاجها من التحديق وهيكله يعني الحمام زكي جدا يا جماعة بياخد الحاجة اللي جسمه محتاجها بسا تمام كده فيه اخت كده بتقول لي انتاج البلدي احسن ولا انتاج الزاجل والرومي والروماني والاسامي اللي احنا بنسمحها دي طبعا البلدي البلدي يا ست الكل انتاجه حالو لانه هو طبعا بينتج كتير معاك والرومي برضو بينتج كتير والزاجل بينتج كتير فبالشكل دي اي نوحة ربيه هينتج معاك وهيبقى زي العسل يا رب فيدي النهاردة كنا عجبكم يكونوا استفدتم منه فعلا ولو طلعتوا مستفدين تنسوا مش كده في اللايك والشير وتفعلوا لزر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد ياغلوا اجمل اخوات عندي